من الآداب التي يحسن بطالب العلم أن يكون مركزًا عليها أن يهتم بالتمييز بين صحيح الأقوال وضعيفها فليس العلم بمعرفة الأقوال وإنما العلم بالتفريق بين القول الراجح وغيره من الأقوال فمن عرف أقوال العلماء ولم يكن عنده قدر على التمييز بين راجحها من مرجوحها فإنه لم يزدد إلا حيرةً وابتعادًا وشكوكًا أما من كان عنده القدرة على التمييز بين صحيح الأقوال من ضعيفها وراجحها من مرجوحها فهذا هو الذي قد قبض العلم وأمسك به وطرائق الترجيح بين الأقوال تستند على الكتاب والسنة ولها طرائق متعددة تعرف عند أهل العلم بطرائق الترجيح فإن الترجيح بين الأقوال وبين الأدلة المتعارضة له طرائق متعددة سواء منها ما عاد إلى الإسناد أو عاد إلى المتن أو عاد إلى المدلول ومنها ما يعود إلى المعاني التي يلاحظها الشرع عند بيان أحكامه والعلماء قد عنوا ببيان طرائق الترجيح وعرفوا طلبة العلم بهذه السبل وبينوا لهم كيف يرجحون بين الأدلة المتعارضة والأقوال المتقابلة ولذلك على الإنسان أن يسعى في تحصيل ذلك ومن لم يكن لديه القدرة على معرفة هذه الطرائق فإنه حينئذ يعود إلى علماء الشريعة الذين يوثق بهم والذين يدلون لإنسان على صحيح الأقوال من ضعيفها إذا تقرر هذا فإن المرجع في ذلك إلى العلماء الربانيين كما قال تعالى وكنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون